السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة مغربية في كندا اليوم شاء الله فيديو كيفية لدينا الباكوز لقيناه في القطنيات كيف نتخلص منه بلا ما رميه المنتوج اللي عندنا أنا شيريت 10 كيلو ديال حمص الخنشة بقى الجديدة ولقيت فيه الباكوز فقلت ما غديش نررميه غدي نوريكم الطريقة باش نحييد الباكوز كيف ما كتشوفه ولكن لحس الحد يعني كانوا حبات ديال الحمص ما زاله صينين يعني ما داخرش له الداخل فأول حاجه خصي يتغرب يعني نغربه الحمص منذيان حتى ما تبقى فيه حتى شي حاجه كنحاولو إلا كان بعض الحبات اللي غيكون فيهم الباكوز من الداخل فأنا غدي نوريكم إن شاء الله الطريقة كيفاش غدي نستعمله غدي نوريكم الطريقة اللي غن نحييده بها إن شاء الله كيف ما كتشوفه لقيت فيه بزف ديال الباكوز خديت هاد 10 كيلو كلها غربلتها مزيان حتى تقريبا ما بقيت فيها حتى شي حاجه كيف ما كتشوفه غربلتها حتى كل شيء الباكوز اللي كي ينطع حتى تقريبا ما بقيت فيها حتى شي حاجه وقدرتها في طاوات كيف ما كتشوفه كين بعض الحبات ديال الحمص اللي غتلقاهم متقوبين من بعد يعني من اللي سبغيوا تستعمله الحبات اللي فيهم الحمص اللي الحبات ديال الحمص اللي متقوبين حاولوا تحيدوهم ما ربانا تكون بقى فيهم شي وحدة ولكن طريقة اللي غدي ندير ما غيبقاش نهائيا كيبان ما غيبقاش نهائيا الباكوز كيف ما قتليكم أنا قسمتها على ثلاثة طاوات وشعلت الفران على 420 دراجة كندخلو الفران وكنخليوه تقريبا عشر دقائق كندخلوه عشر دقائق كندخلوه وعد تنطفيو الفران وكنخليوه عشر دقائق في هدى الحرارة لكي نتأكده ان ذاك الباكوز اللي عندنا كله اللي كينوصل الحمص كله مات فكنخليه عشرة دقايق ومن بعد كنجبدوه نخليه حتى كيبرد كنتأكدو انه برد يعني ما بقاش سخون كيف ما كتشوفو انا جبدته ذبا من الفران وخليته شوية حتى برد عاد غادي ناخد نفس الخنشة اللي شريت فيها غادي رجعوا لها غادي رجع قاع الحمص اللي عندي وكل مرة كنضيف الحمص غادي نضيف عليه الملحة لان الملحة كتحافظ على القطنيات ما كتخليش الباكوز يعيش فيها كيف ما كتشوفو غادي نبقى نضيف شوية بشوية وانا كنضيف الملحة حتى غا نسالي الكمية كل هاللي عندي ومن بعد غادي نحتافض بيها ممكن نحتافضوا بيها كتر من العام ويبقى لنا صالح للإستعمال فأي وحدة فيكم لقات شي حاجة دي القطنيات فيها الباكوز فما ترميهاش تستعمل غير هالطريقة هذي تحاول تخلص من الباكوز اللي كان يعني تغرب له تخشيف الفران ومن بعد تدير ليه الملحة وان شاء الله غادي ستعملوا بلا ماء بدون ضياع كان هذا هو الفيديو دي اليوم نتمنى ان شاء الله يكون فيديو في المستوى وتكونوا استفتوا منه وما تنساوش إلي عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتراك باش يفصلكم إن شاء الله كل جديد دي القناة وكان هذا هو الفيديو دي اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة